قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تبدل جهوداً واسعة لإنهاء معاناة المواطنين في قطاع غزة سواء على المستوى السياسي أو الشعبي مشيداً بجهود الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المصري في توفير المساعدات الإغاثية وتجهزها حتى تصل إلى الأشقاء في قطاع غزة وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة المصرية فيما يتعلق بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة والإجراءات الخاصة بدخول المصابين من القطاع لتلقي العلاج في مصر والإشارة إلى توجيه الرئيس السيسي بتوفير 650 طن إضافية من المواد الغذائية للأشقاء في غزة